طيب فيما يخص كذلك المبادئ الفكرة الطبيعي والتي تكلمنا عليها سابقا تكلمنا على مصطلح النظام الطبيعي بشكل كبير وكبير جدا ولكن لم نفهم المحتوى الأساسي لهذا النظام الطبيعي مما يتكون وغير ذلك فيمكن القول أن النظام الطبيعي يتكون من مجموعة من الأنظمة الجزئية مثله مثل أي نظام آخر وهي الأنظمة التي تحقق الرخاء للجماعة وبما يساعد على ازدهار حسب رأيهم الزراعة والحياة بشكل عام ويستند هذا النظام الطبيعي إلى فكرة الملكية في صورها المتعددة الآن لقد برز مفهوم جديد وهو مفهوم الملكية على غرار المدرسة التجارية التي تكلمت على مفهوم الملكية بقدر من التحيز وحاولت قدر الإمكان أن تبرر الملكية باعتبارها أنه فكر مشاعي يستند فقط إلى الحاكم وإلى الكنيسة ولكن لما جاءت المدرسة الفيزيقراطية أسست إلى مصطلح آخر أنه هناك ما يذكر عليه أو ما يسمى عليه عفوا الملكية الشخصية باعتبارها أنها حق طبيعي يمتلكه الفرد ويمكن للفرد أن يتحصل عليه بأشكال ونماذج مختلفة ويترتب على ذلك ضرورة احترام هذه الملكية باعتبارها جزءا من النظام الطبيعي وهي تشمل أولا الملكية الشخصية وهي حق الشخصي في استغلال ممتلكاته الدهنية أو ما يسمى عفوا بملكاته الدهنية والعضلية والحصول على مقابل إنتاجه أي مقابل العمل أو ما يسمى بالأجرة أو الراتب أي الحق في الحرية ثم هناك الملكية المنقولة وهي حق الشخصي في ملكية ثمرة عمله والملكية العقارية وهي تتعلق بصفة خاصة بملكية الأراضي الزراعية وبناء على مفهوم الحرية الذي ذكر سابقا والتي يكفلها النظام الطبيعي مثل ما قلنا للأفراد باعتبارها أنها شيء مكتسب بشكل تلقائي وبشكل طبيعي فمن حق الإنسان حسب الطبيعيين أن يملك ما يشاء ويختار المهنة التي تشاء باعتبار أن المصلحة الداتية لا تتعارض مع المصلحة العامة ويعود أصل العبارة المشهورة دعه يعملها فور دعه يمر إلى العالم الفيزيوقراطي أو أبل الفيزيوقراطية مثل ما ذكرنا سابقا فرنسوا كيني والتي تبناها لاحقا أضم سميث باعتبارها أنها إسناد فكري وإسناد موضوعي تقوم عليه المدرسة الرأسماني كذلك من المبادئ التي نتكلم عليها حول مبادئ الفكر الطبيعي دور الدولة في الحياة الاقتصادية فحسب رأيي الفيزيوقراطيين يقولون أما الدولة أو الملك فليس له أي دور اقتصادي أو حق في التدخل في سير التفاعلات الاقتصادية لأن القوانين التي تضعها الإدارة تغير توازن العلاقات الاجتماعية لذلك يرون أن دور الملك هو تأمين وحماية النظام الطبيعي من خلال الدفاع عن الحرية كما نجدهم يسرون على ضرورة تحرير التجارة الخارجية والداخلية بشكل سوا وتفسير ذلك أن حرية التجارة تكفل للزراع زيادة مداخلهم لأن فرنسا خلال تلك المرحلة كانت قادرة على تصديل منتجات الزراعية وبالتالي زيادة دخول العمال الزراعيين مع اتساع الأسواق أمامهم فحسب رأي الفيزيقراطيين يرون أن دور الدولة في الحياة الاقتصادية هو دور حيادي لا يمكن لها أن تتدخل سواء بشكل جزئي أو بشكل مطلق في الحياة الاقتصادية وإنما لا بد على الدولة أن تكون دولة مراقبة تضمن بعض الوظائف البسيطة التي يتم من خلالها حماية النظام الطبيعي باعتباره أنه قلب التفكير المنهجي الذي تستند عليه النظرية الفيزيقراطية نعيد مرة أخرى حول مبدأ آخر وهو مبدأ فكرة القانون الطبيعي والتي تكلمنا عليها بشكل كبير سابقا وقلنا أن فكرة القانون باعتباره أنه القانون الذي يحكم هذا التصور الفكري ويعطيه قدرا من القبول الموضوعي من دمن المبادئ كذلك التي تتكلم عليها المدرسة الفيزيقراطية هو مفهوم الثروة وهنا مثل ما سلفت ذكر حسب المدارس الفكرية السابقة فكل مدرسة إلا وحاولت أن تعطي مفهوما للثروة باعتباره أنه جوهر الحياة الاقتصادية فحسب المدرسة التجارية أو الفكر التجاري رأوا أن الثروة هي كل ما يتمثل في دهب أو فضة يعزز من قوة الدولة في خزائنها أما مفهوم الثروة عند المدرسة الطبيعية أو الفيزيقراطيين أخذ منحا آخر فلقد بدأ الطبيعيون تعريفهم للثروة باستبعاد المعدن النفيس كمصدر لها مثل ما اعتقد التجاريون بأن مصدر الثروة هو الدهب وهذه كانت ردة فعل منافية ومناقضة قلية للفكر التجاري السابق وأن الفرد أو الدولة التي تملك أكبر كمية من هذه المعادن هي الثرية أو الثرية أو الغني لكن الأمر مختلف بالنسبة للفيزيقراطية فهم يعتقدون بأن النقود المعدنية ليست إلا ثروة عقيمة ويعرفون الثروة بأنها كمية من المنتجات التي بإمكاننا أن نستهلك منها ما يطيب لنا وبدون حساب دون أن يؤدي هذا الاستهلاك إلى شح المنبع الرئيسي لهذه المنتجات فالثروة إذن كما يعرفها دولاغي فياغ هي مجموعة القيم التي يمكن استهلاكها عند الرغبة دون إفقار للمصدر ومن خلال هذا التعريف حقيقة نستمد نوعا من النقج الفكري في مفهوم القيم في مفهوم الاستهلاك وصار هناك إضراج مجموعة من المصطلحات الاقتصادية الدقيقة التي لم تكن موجودة سابقا ولذلك نجد بأن النشاط المنتج حسب رأي الفيزيقراطيين والوحيد الخالق للقيمة هي الزراعة وأن غير ذلك هو مجرد تحويل عقيم لصورة المادة فأنواع النشاط الأخرى من خلال هذا التعريف يعني قسم الفيزيقراطيين الأنشطة الاقتصادية إلى مجموعة من الأنشطة وقسموها حسب درجة العطاء فهناك نشاطات عقيمة ونشاطات منتجة فحسب رأيهم أن النشاط العقيم أو النشاطات العقيمة هي النشاطات التي لا يمكن لها خلق القيمة وخلق الثروة بشكل أو بشكل آخر واستندوا إلى ذلك إلى نشاط التجاري وكذلك النشاط الصناعي باعتباره أنه من الأنشطة العقيمة على غير ذلك كانوا يرون أن الزراعة هي النشاط المنتج للقيمة والمنتج للثروة باعتباره أنه من الأنشطة المدرة للقيمة هناك ملاحظة فقط فيما يخص النشاط الصناعي خلال تلك المرحلة لم تكن هناك صناعة بالشكل الذي نتصوره اليوم أو يتصوره الطالب في تخيله وإنما كانت مجرد بعض النشاطات الحرفية ولكن حسب رأيهم كان هذا النشاط الحرفي هو نشاط عقيم فيقول كيني في هذا الصدد أن الزراعة هي النشاط الوحيد الذي يمنحه الإنسان أكثر مما يحصل عليه ومن خلال هذا التفكير هما طرحوا مصطلح آخر وهو مصطلح الأرض الأم اللي هو الهوليلاند أو ما يسمى بـ the motherland اللي هي الأرض الأم أو الأرض المعطاء لأنه هذا مصطلح ديني أكثر منه من مصطلح يعني متحرل من صح القول فباعتبار أنه دائما الأرض تعطينا أكثر مما نقدم لها وخير دليل على ذلك في القرآن أنه من يزرع سمبلة واحدة أو حبة قمح واحدة تعطي أكثر من مئة حبة باعتبار أنه دائما الأرض تذر أكثر مما نعطي لها وهنا يخلق نوع من الحنين أو نوع من الرجوع إلى الأرض باعتبارها أنها مصدر الوجود ومصدر الثباق والمصدر الذي نعود إليه مرة أخرى وكل ذلك يستند إلى مفهوم القانون الطبيعي كذلك من مبادئ الفكر الطبيعي هي مسألة الريع الصافي وهنا حقيقة نرى أنه ظهر نج في الفكر الاقتصادي مقارنة بالمراحل السابقة حيث صلنا نعتمد على مسميات جديدة لهذه المسميات التي أضفنا إليها مصطرح لارونت فتكلمنا على الريع الصافي ففي كل عملية إنتاجية يقوم الإنسان للحصول على سلعة أو رزق لا بد له من إنفاق بعض المصاريف الضرورية لإنتاج تلك السلعة شراء مواد أولية صرف الوقت اللازم تسديد أجوه العمل وغير ذلك وهذه التكاليف لا بد له من أن يقتطعها من السلعة المنتجة أو المنجزة حتى يحصل على ما يسمى بريع صافي أو ما يسمى يقتطعها من الربح الإجمالي صح القول لعمليته الإنتاجية أو بصورة أبسط فالريع الصافي هو الفرق بين ما ينفق للحصول على سلعة ما وبين نتيجة العملية الإنتاجية التي هي السلعة نفسه وإن هذا الريع الصافي بهذه الصورة لا تمنحه سوى الزراعة دون غيرها من الفعالية الاقتصادية الأخرى وسبب ذلك بنظر الفيزيقراطي بسيط فحبة القبح مثلما ذكرنا سابقا مثلا التي تبذر في الأرض تعطي أضعافا لها أي أن الأرض وحدها هي المنتجة للريع الصافي وأن ذلك يعود إلى عمل الخالق وذلك النظام الطبيعي في الزراعة هبة من الطبيعة ويؤدي تضافر جهود الإنسان مع عمل الطبيعة إلى نشوء قيمة جديدة لم تكن موجودة وهي الناتج الصافي الآن ننتقل إلى الأفكار الأساسية التي جاء بها رائد هذه المدرسة التي هي أفكار فرانسوا كيني فانطلاقا من مبدأ الريع الصافي وتقسيم المجتمع إلى طبقات عقيمة وأخرى منتجة استطاع كيني أن يخطط جدولا اقتصاديا يبين فيه كيفية انتقال الثروة من الطبقة المنتجة الزراعية إلى غيرها من الطبقات العقيمة ثم كيف تعود هذه الثروة إلى نفس الطبقة التي انطلقت منها أي الزراعة وهكذا في كل عام من الإنتاج وقد قسم كيني المجتمع إلى ثلاث طبقات الطبقة المنتجة طبقة الملاك العقاريين والطبقة العقيمة ترجمة نانسي قنقر